قضى صالح السعدي ورفيقه ليث عبد أكثر من أربعة عقود في بساتين الكروم هذه اليوم يجنيان ثمار عام كامل هنا في بلدة سعدية الشط شمالية ديالة فخصوبة التربة جعلت المدينة تنتج العنب بأكثر من عشرة أصناف بمميزات خاصة كطعمها الحلو ألواع العنب الأول شيء عندك كمالي حلواني فرنسي عجيمي ديس عانز عندك كشميش بوهرزي شدة بيضة شدة سودة هذه الأشكال كلها عندنا موجودة وكلها مزروعة عندنا لمنطقتنا مرغوبة بيطعمها خاص طعمها يختلف عن كل أنواع العنب اللي بالعالم كله ويزرع العنب بشكل متداخل وبأساليب ري متنوعة منها الريوب تنقيط في ثمانين بالمئة من أراضي ديالة الزراعية وفقا للإحصاءات الحكومية كما ينتج الدونم الواحد من خمسة إلى عشرة أطنان من العنب سنويا بحسب مزارعين أكدوا أن الإنتاج جيد لكنه أقل من المواسم السابقة بسبب شح المياه وقلة الدعم الحكومي وفتح الحدود أمام المستورد موسمها من الخامس تقريبا للتاسع وإذا لو أكو مكافحة نقدر نخليها للشدة أكو نوعية لدينا تبقى للشدة لسعر 12 لدينا هذا النوع العسكري لدينا سمو لدينا حمد الوادي الحلواني لدينا نقدر نخلي للشدة لكن مع الأسف الآن الإنتاج ما ننودي للألاوي المخضر سعر فس ونص وبعد أن تجنى محاصيل العنب من مزارع ديالة تنقل أولى الأسواق بينها هذا السوق على طريق بغداد كاركوك لتباع بأسعار مختلفة تحددها النوعية والجودة وسط إقبال كبير عنب ديالة يتراوح أسعارها من الخمسمية للتوصعد للألفون وصل للألف حسب النوعية يعني كل نوعية وإلها السعار العنب يعني عليها سحب يجونوا من غير محافظات هنا يشترون من عندنا وتتصدر ديالة المدن العراقية المنتجة للعنب فيما ينتظر مزارعوها اليوم دعما حكوميا يشجعهم على الاستمرار بالإنتاج وتوسعة مزارعهم في المواسم المقبلة لدعم المنتج المحلية علي العنبكيو تي في ديالة ديالة